بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم كيف حالكم يا طلاب الصف الخامس؟ إن شاء الله تكونون بألف خير اليوم يا خامس سوف نتناول الدرس الثامن صفحة ثلاثة وثلاثون وهو بعنوان من آداب النوم التفريق في المضاجع لقد جعل الإسلام لكل شيء في حياة المسلم آدابا فقد جعل آدابا للطعام وآدابا للشراب وآدابا للحديث وجعل أيضا آدابا للنوم اليوم سوف نتعلم أدبا من آداب النوم وهو التفريق في المضاجع لنتذكر بعضا من آداب النوم التي تعلمناها في صفوف سابقة نعم لقد تعلمنا في صفوف سابقة النوم مبكرا وتجنب الزهر في أوقات متأخرة حتى نستيقظ على صلاة الفجر المشيطين أيضا من آداب النوم النوم على وضوء فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام على وضوء يتوضأ وثم يذهب إلى النوم وأيضا من آداب النوم التي تعلمناها من الحبيب صلى الله عليه وسلم نفض الفراش والتسمية فكان النبي عندما يلجأ إلى فراشه ينفضه بيده ويذكر اسم الله عز وجل وقد كان أيضا النبي صلى الله عليه وسلم ينام على الجنب الأيمن أي على جهة اليمين وكان أيضا صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل قبل النوم ذكروني بعضا من آداب النوم التي علمنا إياها الحبيب صلى الله عليه وسلم نعم أحسنتم بارك الله فيكم الدعاء ما قبل النوم وقراءة أذكار أيضا قراءة أذكار النوم إذن من آداب النوم التي يجب أن نحافظ عليها الوضوء والنوم على الجنب الأيمن ونفض الفراش والتسمية وقراءة أذكار النوم كي يحفظنا الله عز وجل ونقرأ آخر آيتين من سورة البقرة فقد حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على قراءتها فإن الملائكة تحفظنا إذن ما هو التفريق في المضاجع ما معنى المضجع المضجع هو مكان النوم أو الفراش اعتنى الإسلام بتربية الأطفال وتنشئتهم على القيام الحميدة والأخلاق الكريمة ومن ذلك أن ينام كل ولد ذكر أو أنثى في فراش خاص مستقل به إذن ما معنى التفريق في المضاجع هو أن ينام كل من الذكر والأنثى في فراش خاص مستقل به كما ترون في هاتين الصورتين فالذكر ينام في فراش خاص مستقل به والأنثى تنام في فراش خاص مستقل بها ولا يقتصر على الولد والبنت فلابد من التفريق بين الجميع الذكور ينامون في فراش خاص مستقلة بهم والإنات تنام في فراش خاص مستقلة بها إذن نعيد التفريق في المضاجع هو أن ينام كل من الذكر أو الأنثى في فراش مستقل خاص به المضاجع هو مكان النوم أو ما نسميه الفراش التفريق في المضاجع التفريق أي العزن العزن في المضاجع أي في مكان النوم نأتي إلى معلومة إثرائية ينام الأولاد الذكور في غرفة مستقلة عن غرفة الإناث إن أمكن ذلك إن تجسرت لنا الأمور في أن يتوفر هناك غرفة للذكور فهذا أمر جيد وأن تتوفر أيضا غرفة للإناث فهذا أيضا أمر جيد أن ينام كل من الذكور والإناث في غرفة خاصة مستقلة كل جنس لوحده وإن لم يتمكن الإنسان من توفير ذلك فينام الذكور والإناث في غرفة واحدة ولكن لكل واحد منهم فراش وغطاء مستقل خاص به متى يكون ذلك؟ متى يكون التفريق بين الأولاد في المضاجع؟ متى؟ متى يكون؟ نعم أحسنتم إذا بلغوا السابعة من عمرهم يكون الأمر واجب إذن ما حكم التفريق بين الأولاد في المضاجع؟ ما حكم التفريق؟ ما حكمه؟ أوجب الإسلام أي الحكم هو واجب واجب متى؟ متى يكون واجبا؟ إذا بلغ السن السابعة قبل بلوغ السن السابعة يكون الأمر مستحبا أن يغنى كل منه في فراش خاص مستقل به ولكن إذا بلغوا السن السابعة فعلينا واجب على الوالدين أن يفرقوا بين أولادهم وذلك لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ أولادكم سبع سنين ففرقوا بين فرشهم أي بينما في مكان نومهم نأتي إلى نعيد ما حكم التفريق بين الأولاد في المضاجع؟ ما حكمه؟ حكمه واجب حكمه واجب متى يكون واجبا؟ إذا بلغ سن السابعة قبل بلوغ سن السابعة فلا حرج إذا ناموا في فراش واحد ولكن علينا أن ندربهم من سن السابع أن ينام كل منهم في فراش خاص مستقل به ويجب عليهم أن يناموا في فراش خاصة مستقلة به قبل ذلك السن ندربهم في أن يناموا في فرش مستقلة خاصة به وأن لم يتمكن ذلك فعند ملوغ السابعة فلا بد من هذا الأمر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ أولادكم سبع سنين ففرقوا بين فرشهم نأتي إلى الحكمة من التفريق بين الأولاد في النوم أي لماذا أوجب الإسلام أن ينام كل من الذكور والإناث في فرش خاص مستقلة به ما الحكمة من ذلك؟ ما الحكمة أو ما الفائدة؟ أولا تعليمهم الآداب والأخلاق الفاضلة اثنان المحافظة على صحتهم وراحتهم نعم أحسنتم أيضا من الحكمة من التفريق بين الأولاد في المضاجع مراعاة خصوصيتهم ونموهم إذن نعيد ما الحكمة من التفريق بين الأولاد في النوم؟ نعلمهم الآداب والأخلاق الفاضلة ونحافظ على صحتهم وعلى راحتهم أيضا مراعاة خصوصيتهم ونموهم مراعاة خصوصيتهم ونموهم فعند بلوغ سن السابعة يكون لكل من الذكور والإناف حاجات خاصة بهم أيضا هناك أداب أخرى تتعلق في النوم منها الاستئذان عندما ينام الذكور في غرف خاصة مستقلة بهم والإناف عندما تنام في غرف خاصة مستقلة بهم علينا الاستئذان طرق الباب قبل الدخول طرق الباب قبل الدخول أيضا من أداب النوم غذ البصر غذ البصر نغب أبصارنا أيضا من أداب النوم ستر العورات فالإنسان يجب عليه أن يلبس لباسا واسعا وفضفاضا أثناء نومه أيضا من الأداب التي تتعلق بالنوم الاستئذان نستأذن قبل دخول الغرف النوم نغب أبصارنا ونستر عوراتنا فهذا كله يدل على خلقنا عظيم وهو خلق الحياة الذي حثنا عليه الإسلام نكتفي اليوم يا طلاب الصف الخامس بهذا القدر وسوف نكمل إن شاء الله ما تبقى من هذا الدرس في الحصة المقبلة أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته